بسم الله الرحمن الرحيم حكم حول البخل للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام قال عليه السلام البخيل خازن لورثته وقال عليه السلام البخل بالموجود سوء الظن بالمعبود وقال عليه السلام الحرص والشره والبخل نتيجة الجهل وقال عليه السلام الجبن والحرص والبخل غرائز سوء يجمعها سوء الظن بالله سبحانه وقال عليه السلام البخيل يبخل على نفسه باليسير من دنياه ويسمح لوراثه بكلها وقال عليه السلام البخيل يسمح من أرضه بأكثر مما أمسك من عرضه ويضيع من دينه أضعاف ما حفظ من نشبه وقال عليه السلام أربع تشين الرجل البخل والكذب والشره وسوء الخلق وقال عليه السلام أبعد الخلائق من الله تعالى البخيل الغني وقال عليه السلام آفة الاقتصاد البخل وقال عليه السلام بئس الخليقة البخل وقال عليه السلام تجنب البخل والنفاق فهما من أذم الأخلاق وقال عليه السلام لم يوفق من بخل على نفسه بخيره وخلف ماله لغيره وقال عليه السلام من بخل بما لا يملكه فقد بالغ في الرذيل وقال عليه السلام من لم يدع وهو محمود يدع وهو مذموم وقال عليه السلام من لم يقدم ماله لآخرته وهو مأجور خلفه وهو مأثوم وقال عليه السلام من بخل على المحتاج بما لديه كثر سخط الله عليه وقال عليه السلام من سوء الخلق البخل وسوء التقاضي وقال عليه السلام من أقبح الخلائق الشحة وقال عليه السلام من أقبح البخل مع الإكثار وقال عليه السلام من أقبح البخل بذو النبلة 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 وقال عليه السلام ما عقل من بخل بإحسانه وقال عليه السلام ويح البخيل المتعجل الفقر الذي منه هرب والتارك الغنى الذي إياه طلب وقال عليه السلام لا سوءة أسوأ من الشح وقال عليه السلام لا سوءة أسوأ من البخل وقال عليه السلام البخيل متحجج بالمعاذير والتعاليل وقال عليه السلام كثرة التعلل آية البخل وقال عليه السلام ليس لشحيح رفيق وقال عليه السلام ليس لبخيل حبيب وقال عليه السلام لو رأيتم البخل رجلا لرأيتموه شخصا مشوها وقال عليه السلام لو رأيتم البخل رجلا لرأيتموه مشوها يغض عنه كل بصر وينصرف عنه كل قلب وقال عليه السلام من لزم الشح عدم النصيح وقال عليه السلام من بخل على نفسه كان على غيره أبخل وقال عليه السلام ما فرار الكرام من الحمام كفرارهم من البخل ومقارنة اللئام وقال عليه السلام لا مروة لبخيل وقال عليه السلام يستدل على اللئيم بسوء الفعل وقبح الخلق وذميم البخل وقال عليه السلام البخيل مذموم وقال عليه السلام البخل يزري وقال عليه السلام البخل يزري بصاحبه وقال عليه السلام البخل يكسب الذم وقال عليه السلام البخيل أبدا ذليل وقال عليه السلام وقال عليه السلام البخل يزري بصاحبه ويعز مجانبه وقال عليه السلام البخيل ذليل بين أعزته وقال عليه السلام البخل يكسب العار ويدخل النار وقال عليه السلام وقال عليه السلام البخل في الدنيا مذموم وفي الآخرة معذب الملوم وقال عليه السلام إياك والتحلي بالبخل فإنه يزري بك عند القريب ويمقتك إلى النسيب وقال عليه السلام من بخل بماله ذل وقال عليه السلام ما أدلن نفسك الحرص ولا شان العرضك البخل وقال عليه السلام البخل فقر وقال عليه السلام البخيل متعجل الفقر وقال عليه السلام البخل أحد الفقرين وقال عليه السلام إياك والشح فإنه جلباب المسكنة وزمام يعاد به إلى كل دناء وقال عليه السلام لا تبخل فتقتر ولا تسرف فتفرط وقال عليه السلام لا تدخلن في مشورتك بخيلة فيعدل بك عن القصد ويعدك الفقر وقال عليه السلام من قبض يده مخافة الفقر فقد تعجل الفقر وقال عليه السلام الشح مسب وقال عليه السلام الشح يكسب المسب وقال عليه السلام احذروا البخل فإنه لؤم ومسب وقال عليه السلام بالبخل تكثر المسب وقال عليه السلام في الشح المسب وقال عليه السلام كثرة الشح توجب المسب وقال عليه السلام لا مسبتك الشح وقال عليه السلام البخل يجب البغضاء وقال عليه السلام من منع بر منع شكرا وقال عليه السلام احذروا الشح فإنه يكسب المقت ويشين المحاسن ويشيع العيوب وقال عليه السلام إياكم والبخل فإن البخيل يمقته الغريب وينفر منه القريب وقال عليه السلام زيادة الشح تشين الفتوة وتفسد الأخوة وقال عليه السلام منع خيرك يدعو إلى صحبة غيرك وقال عليه السلام لا غربتك الشح وقال عليه السلام البخل بإخراج مفترضه الله سبحانه من الأموال أقبح البخل وقال عليه السلام أقبح البخل منع الأموال من مستحقها وقال عليه السلام أبخل الناس بعرابه أسخاهم بعرضه وقال عليه السلام أبخل الناس من بخل بالسلام وقال عليه السلام أبخل الناس من بخل على نفسه بماله وخلفه لوراته